موسيقى هكذا يبدو المشهد احتفاليا خارج مبنى ولاية جيرا حيث تجري الاستعدادات والتحضيرات للقاء الكبير الذي يجمع رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد دريس دي بيتنو بمختلف الشرائح المجتمعية في ولاية جيرا تعبئة حاشدة وكبيرة قام بها ابناء ولاية جيرا منذ مجيء رئيس الجمهورية إلى الولاية وتخلل اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية مع القوى الحية في الولاية ثلاث مداخلات بدأها حاكم ولاية جيرا آدم فورتي أمدو الذي رحب برئيس الجمهورية وعبر باسمه وباسم سكان جيرا عن سعادتهم بهذه الزيارة مؤكدا دعم ومساندة أبناء المنطقة لسياسة رئيس الجمهورية الرمية إلى إعادة بناء شادة كما تحدث وزير الأمن العام والهجرة إدريس دوكونيا الدكير ممثلا لكوادر المنطقة والقوى الحية وأثمن مساعي رئيس الجمهورية في بواسات أسري ضحايا أحداث منجلم وهي لكة تعكس إلى اضطباط فخامته بقيم السلام والعاش المشترك قبل أن يتقدم إلى رئيس الجمهورية بعدد من المطالب منها إكمال مشاريع بناء المساكن الاجتماعية المخصصة للولاية تشغيل محطة الطاقة وتوفير المياه الصالحة للشربة في كلمته رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد دريس ديبيتنو أكد أن زيارته للولاية تدخل في إطار الوقوف على الحقائق المدنية خاصة في هذه المرحلة الانتقالية التي تتطلب من جميع الجاليين الحفاظ على السلام وتعزيز العشاء المشتركة وأشكر سكان ولاية جراع على الترحيب وحسن الاستقبال وفي رده على مطالب أبناء الولاية فقد أكد رئيس الجمهورية الفريق أول محمد دريس ديبيتنو أن الحكومة حصلت على تعليمات من أجل استئناف المشاريع المختلفة فإلى جانب المشاريع المنجزة سيتم إكمال مشروع بناء خمسين فيلا في مونغو وبتكن والافتتاح الجزئي لمحطة الطاقة في مونغو مع تخفض سعر الكيلواط وبناء صهريج جديد لتوفير المياه بناء دار للشباب هذا بالإضافة لمشروع رصف عشرين كيلومتر داخل مدينة مونغو وربط الولاية بولاية السلامات والبطحة وأكد رئيس الجمهورية أن هذه المشاريع في حال تنفيذها سيكون لها أثر إيجابي على حياة السكان في الولاية وأضاف رئيس الجمهورية أن هناك توجها حكوميا نحو إجراء عدد من الإصلاحات وتعزيز أمن الأفراد وممتلكاتهم واختتم رئيس الجمهورية حديثه بدعوة جميع الجاديين إلى الاهتمام بنجاح الفترة الانتقالية لأن بناء جاد الجديدة يتطلب من الجميع التحلي بروح المواطنة والمسؤولية الفردية والجماعية من خلال القيام بهذه الزيارة أردت أن أكون على دراية تامة بحقائق الولاية وأعبر عن مؤساة الخالصة وأسفي العميق لأسر جميع ضحايا النزاعات الأخيرة ولكن أيضا لإعادة التأكيد بصوت عالي وواضح على عزمية تام للتمسك بقيم السلام والتعايش السلمي بين جميع مكونات الأمة في ولاية جيراه وكما هو الحال في كل مكان في تشاد مقدر لنا بحكم روابط الدم التاريخ والجغرافية أن نعيش معا نعيش معا بشكل جيد وفي وئام تام مع تنوعنا الثقافي ولكن أيضا وقبل كل شيء مع احترام قدسية الحياة البشرية إن التمازج المتوارث عن الأجداد الذي يوحد مكونات أمتنا هو إلى حد بعيد أكثر رسوخا وأقوى بكثير من أي اختلاف مصطنع لزرع الفتنة في أوساط المجتمع يمر بلدنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بظرف سياسي حساس واستثنائي ويجب علينا جميعا أن نعمل بلا كلر أو ملل للحفاظ على السلام والتماسك والوحدة والتضامن كما يجب علينا أن نفعل كل شيء لتعزيز الانسجام بين مختلف مكونات الأمة والدفاع بقناعة قوية عن قيم العيش المشترك والتعايس السلمي في كل مكان في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية التي انتهت لتويها بذلنا كل الجهود البشرية الممكنة للبدء من جديد على أسس جديدة ومتينة لبناء شاد معا شاد موحدة ومتصالحة وتكون ملاذا للسلام وتتجه بعزم نحو التنمية المتكاملة والمستدامة وقد تكللت بنجاح كبير هذه الجهود المبذولة على المستويين الوطني والدولي في إطار المصالحة الوطنية وأسلام الشجعان والحوار دون قيود بين ممثلي الأغلبية الساحقة من القوى الحية للأمة في نهاية الحوار الوطني الشامل والسيادي شكلت بلادنا حكومة وحدة وطنية وذلك لترجمة القرارات الصادرة عن جلسات الحوار إلى حقائق ملموسة ولسيما تلك المتعلقة بالعودة إلى الدستور من خلال عملية تمر بعدة مراحل والتي تمتد على فترة 24 شهر وتماشيا مع مهمتها الأساسية تعمل حكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ الالتزامات الواردة في دفتر المهام مع مواصلة ضمان استمرارية الدولة وأسير عمل الدوائر السياسية للدولة والاستجابة لمقتضايات الأمن التضامن العدالة التوظيف الطاقة والتنمية كما عقد رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبتنو يوم أمس لقاء للتنصيق الأمني مع مسؤولي قوات الدفاع والأمن بولاية قراء اللقاء يدخل في إطار حرص فخامته على أمن المواطنين وامتلكاتهم بشكل عام وسكان قراء على وجه الخصوصة وخلال اللقاء الذي حضره كل من وزير الأمن العام والهجرة وزير إدارة الأراضي واللمركزي والحكم الرشيد وحاكم الأولاية وجه رئيس الجمهورية مسؤولي قوات الدفاع والأمن العملي على تعزيز الأمن وتزويدهم بالمعدات والتدريب اللازم لتأمين الأفراد وامتلكاتهم وكذا التدخل السريع لمنع وقوع النزاعات بين أفراد المجتمع في الوقت المناسب